يمّا 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 إذا متفكر تشتري سيارة مميّزة فممكن نجيب الـ M3 أما إذا متفكر تكون مميّزة كثير فح تكون الـ competition package فما بالكم بـ M3 في منها واحدة من 500 بالعالم BMW M3 2017 بالنسبة لها متور السيارة نفس متور الـ M3 العادية الـ S55 3000 cc 1 turbo charge 6 سلندر متور هذا معدل من الشركة عم يعطيني بدل 425 444 إحصان بالنسبة لجنة السيارة السيارة عليها جنة 20 أداء البريكات مش عادي صراحة 4 بستنز بالبريك الأمامي و 2 بستنز بالخلف 3 سيريز هي من أنجح السيارات في اسطول BMW بتشكل أكثر من 30% من نسبة مبيعات الشركة بعد إطلاقها 11 سنة أصدروا أول M3 M3 احتفلوا فيها بعد 30 سنة من إصدارها بالسيارة اللي معانا لليوم 30 ياري طب كنت أعرف أن 30 ياري يعني 30 سنة؟ لا أنا أعرف طيب بالنسبة لجنة السيارة في منه عادي وأوتوماتيك وأوتوماتيك زي ما معنا اليوم 7 غيار والجير العادي منها أكيد 6 غيار فيه شي كتير حلو بالسيارة هي الكابسي هاي بتقدر تتحكم بقوة الجير طبعا سقف السيارة كاربون فايبر إذا بتطلب فيها فتحة بالسقف رح تخسر موضوع خفة الوزن لأنه هذا كتير أخف من العادي طبعا موضوع تخفيف الوزن نفس اللي حكينا عنه بحلقة الأم فور لأنه الأم فور طبعا تعتبر الكوب من الأم 3 صارت فالكراسي، الدرايف شافت، الكاربون فايبر أشياء كتير مشتركة بينهم تقدر تشوفوا الأباسود بالنسبة للسيتس بالسيارة الكراسي طبعا باكت سيتس شكلهم مش معقول كثير حلو وطبعا هذول بيجوا عالثيرتي 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 طبعا السيارة كلها كاربون فايبر ويرلس شارجر هدب ديس بلي الأوبشنز اللي صارت عادية عند BMW كتير حلو الستيتشيز الموجودين بالسيارة هون باللون الأزرق الحزام يعني يجب ديتيلز كتير صغيرة بس أنا شخصيا بالنسبة إلي بأشوف هاي ديتيلز بتفريق طبعا صوت السيارة مش عادي لأنه عليها سبورت اكزاست من الشركة يمّا 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 شافي الكير كده هم بضرب فينا يا زلامين شطبيه يا زلامين شو هادي شو هادي بي أم بس بس بي أم تخيلوا أن هاي سيارة البيع تخيلوا أنه صاحبها بدو بيها الله يسامه والله بدو بيها بدو بيها مسكين لا ليش مسكين شو أنا المسكين أنا المسكين موه شو هادي شو هادي شو هادي